رحب فيكم مشاهدينا مرة ثانية وطبعا مثل ما نوهنا في بداية البرنامج أننا رح تكون ضيفتنا اليوم دكتورة أماني بورسلي مسي عليك بالخير في البداية وحياة الله معانا في عسيف يا هلا مساء النور حياة الله نورتين ونورتين استوديوهاتنا استوديوهات عسيف لكن بداية رح نبلش بتقرير عن استاذتنا أماني بورسلي ما شاء الله عليك دكتورة أماني ممكن توليتي مناصب وزارية كثيرة أكثر من الحقيبة وطبعا لديك أيضا نشاطات كثيرة خنقول بصمات كويتية خنقول سيدة كويتية متميزة ابتعادت الآن عن المناصب الوزارية لمدة سنوات وين دكتورة أماني الآن؟ حاليا في جامعة الكويت أنا أساسا عندي دكتورة في التمويل فطبعا عدت إلى أدراج جامعة الكويت أدرس طلبتنا العزاء جميل وابتعادت يمكن على الأجواء السياسية نوعا ما حتى متصريحاتك كانت في الفترة الأخيرة يعني أنا دائما تصريحاتي تتعلق بالشأن الاقتصادي مراقب للوضع الاقتصادي بحكم التخصص طبعا بحكم موضوع السياسة يمكن أنا لم أدخل الانتخابات ولكن يعني دخلت الوزارة من يعني بحكم يعني تعيين بس الأمر يعني طبعا بحكم يمكن الخبرة في مجال الوزارة يمكن يمكن أكثر شيء دخلت فيه هو موضوع القوانين قوانين الاقتصادية وشاركت فيه كثير من اللجان في مجلس الأمة طبعا بالمجلس الوزارة كذلك هذه التغطية أو الخبرة يعني خلتني بحكم أني كويتية وحريصة على الوضع في دولة الكويت أني أتكلم وأتحدث وأنتقد ما هو اللي يجب أن يكون يعني برأيه الشخصي حاليا الوضع الاقتصادي لا يخفى على أحد أننا نمر بأزمة اقتصادية عجز مالي انخفاض أسعار النفط كل هذه الأمور تحتم علينا أن نضع رأينا لكن بالأون الأخير كان رأي حضرتك معارضة للحكومة من الجانب الاقتصادي وكان فيها معارضة لكن بعض الناس وصفوا وهذه المعارضة بالمعارضة المجروحة شنو تعليقك على هذا الشيء يعني أنا ودي خلش سؤال هذا لما الواحد يكون بالوزارة طبعا هو يبدل ما بوسعة أنه يقدم شيء جيد لدولة الكويت الآن خروجي من الحكومة إذا صدر قرار أنا مواطن من حقي أني أنتقد وأمتدح هناك بعض الأمور يمكن أثنيت عليها ولكن الناس لا تشوف الأمور التي أنا أثنيت عليها تنظر فقط للأمور التي أنا أنتقدها فوجودي في الوزارة لا يعني أن هذا صك براءة وموافقة مني لإداء الحكومة سليم يعني طبيعي أن أي شخص يعني الآن سألي أي وزير سابق رح يقول لك في قرارات أنا أوافق عليها في قرارات أنا ما أوافق عليها فمن حقي ككويتية وكمتخصصة أني أنتقد وهذا أمر طبيعي إذن دكتورة أماني بورسلي لم تتغير طبعا أو لم تتجه إلى اتجاه المعاكس للحكومة لا أبدا على فكرة يعني أنا قبل الوزارة لأنه يمكن ما كنت وزيرة كنت أتكلم وأنتقد نفس ما تغير شيء أبدا يعني القوانين يمكن كان في بعض القوانين اللي أنا انتقدتها ويمكن كتبت تقارير ونشرت في الصحف في الصحف اليومية على مثلا قوانين معينة أو قرارات معينة كانت غير متوافقة مع البست براكتس مع أفضل الممارسات العالمية لذلك يمكن إحنا فيه تعثر فيه تعثر بالجانب الاقتصادي أنا ودي أسألت سؤال خلال مثلا تدريسك في المحاضرات ومقابلتك لطلبة أمامك في الكلاس دائما يعني الطلاب لما يكون عندهم دكتور مر في مراحل معينة ما شاء الله عليك كنت وزيرة وليك مثل ما قلت في البداية خنقول أمور كثيرة متعلقة بشأن الاقتصادي والحقابل الوزارية ما يغيرون مسار المحاضر أو يبدون يسألون موقفة الفلاني وتصريحة الفلاني طبعا إذا أنا بقعد بتكلم في موضوع الوزارة ما رح أشرح ما رح أقدر أخلص المنهج ولكن طبعا لكل حديث يعني لكل مناسبة حديث في بعض الأمور بحكم التخصص أو بحكم الموضوع اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه قد يقودنا الأمر إلى أننا نتكلم على مثلا إصدار السندات الدولة صدرت سندات هذا الشيء إحنا ندرسه بشكل يومي صحيح فإصدار السندات يقودنا إلى الحديث عن العجز المالي وغيره وغيره فهني بالفعل يمكن نخرج شوية عن ويصير كلام وتصير أسئلة وايد ودكتورة ليش ما سويت كذا طيب الدكتور الوزير ما يقدر سويت ما عندي عصار تخرية طب إنه يغير كل شيء ولكن بالتأكيد إذا كان في مجال ممكن أن نتكلم على مواضيع أخرى ولكن أنا أحاول أن ألتزم في وقت المحاضر يعني أنا دكتورة أماني عندي التزام أن أقدم منهج لذلك أحاول أني ألتزم كثر ما أقدر إذن دكتورة خروجت من الوزارة كوزيرة هل هو ضحية مثلا أشخاص مستفيدين أم أن كان يمكن نفس الوضع العام عندنا بالكويت أنه بلحظة ممكن يكون وزير وبلحظة أخرى ممكن أن يرد الدكتور بالجامعة طبعا ما في وزير يستمر إلى الأبد فترة الوزارة كانت فيها مشاكل سياسية كبيرة موضوع اقتحام المجلس حصل في وقت الوزارة التي أنا كنت فيها هذا طبعا وبعدين عقوبها طلع مرسوم الصوت الواحد فهذه فترة كانت فترة يعني إعصارات سياسية لذلك طبعا فيه في أمور سياسية تتطلب وجود تركيبة معينة في الحكومة يمكن كانت متوافقة مع وجودي قبل 2011 يعني قبل 2012 وبعدين لم تتوافق مع وجودي الآن سؤالة هل كان فيه ناس مستفيدين؟ بالتأكيد كل وزير أرد أقول لك أن كل وزير فيه لمعارضين وفيه لمؤيدين يعني أنا سمعت كلمات جميلة جدا أني أنا لما كنت بالوزارة يعني وايد ناس كانت مرتاحة من وجودي وفيه ناس كانت يمكن معاجبها أدائي فما أقدر أنا أتكلم عن نفسي ولكن سمعت طرفين سمعت فيه ناس كانت تثني وفيه ناس كانت توجهي لا يتفق معها دكتورة في وزارة التجارة ينتي أحد أقاربة وكيل وش سؤال وزارة ويعني ياتش النقد الحاد ما عينت أحد على فكرة اللي قاله مو هذه المشكلة يعني إشاعة أطلقت وللأسف كثر ما أطلع وأقول بالمقابلات يا جماعة ما يصير لي من يقصدون أي وكيل يتكلمون على عبدالله العلي ما يصير لي ما يصير لي ما يصير لي يبني مصحف هنا لا يصير لي ولا في أي يعني موري ليختش أبدا قلت أسماء منه يعني خواتي متزوجين ما لعلاقة نهائيا ولكن إشاعة أطلقت بشكل سيء للأسف ولحد اليوم مثل ما أنت الحين تكلمت صحيح لانك مصدق الإشاعة لا لحين قاعد تسألوني للأسف 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 يعني ياريتك يا أيض مصحف عشان نحلف تعطوا أنا أقول لا تعطوا أنا أقول لا ما عينت أحد قاله الدكتور أمانتي باس الجامعة السوري الوزارة مع أقاربها ما عينت أحد نهائي الشيء الوحيد اللي أنا يبتأ كانت أحد أقاربي حطيتها في مكتبي لما أنا يمكن حسيت أن أحتاج أحد قريب عندي يكون بره عيني بره دكتورة شل المشكلة وما عينت على فكرة أنت داب شل المشكلة دكتورة إذا كنت وزير وعينت أحد أقاربي كوكيل وزارة طبعا الوكيل وزارة ما يعين الوزير ولكن يعني خنقول مدير مثلا إدارة عينت مدير إدارة هو كفء وشاطر في مجاله وانا أستعين فيه شو المشكلة يعني لا في شيء اسمه تعارض مصالح وأنا يمكن أكثر شخص أتكلم على الفساد وتعارض المصالح هذه الأمور يفترض أن الوزير إذا كان فيه شيء قد يضعه تحت يضع الوزير تحت شبهة أنه يبتعد عنها صحيح فإذا بتعين وكيل وزارة مو فترة الوزير هذا يطلق يعني يبتعد عن هالأمر لأنه أنت أمامك مصلحة عامة وأنت شخص في مو يعني وظيفة عامة صعب جدا أنك أنت تروح تحط شخص قريب لك قد يكون هناك أشخاص لهم حقية في هذا المنصر مع أن المتعارف عليه إحنا قاعد نشوفه بالوزارات أنه دايما يكون معهم الكرو مالهم أو الأعضاء اللي هما يثقون فيهم ويحطون ثقتهم فيهم ويكونوا موجودين معهم ويمكن إذا انتقلوا إلى مكان آخر يعني ينتقلون معهم في أمريكا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لما يمسك المنصب يعطي ومعه كل الطاقم صح فريق كامل فريق كامل صح وهذا من حقه يعني أنا لما مسكت الوزارة قلت لهم أنا أحتاج إلى فريق يعمل معي لتحقيق يعني الأهداف اللي أنا يعني أحقيقها طبعا قالوا لي أنت عندك بس الموظفين اللي موجودين ما تقدرين تحطين أحد ثاني هل ممكن يثير الشبهات وجود أحد آخر من الخارج لا هو القانون أنت ملتزمة بالقانون في عندك قانون الخدمة المدنية وعندك أعراف وعندك الكثير من الأمور السياسية التي يعني تكبل الوزير لتحقيق أهدافه فكنت يعني أحتاج أن يكون عندي طاقم وضعت عينت مستشارين والمستشارين طبعا ما حد فيه مصير لي الحمد لله وكانوا يعني المستشارين بالنسبة لي مع وكلاء الوزارة مع بعض المدراء بالنسبة لي هو فريق العمل وكنت تقريبا أسبوعيا أجتمع معهم وعندي خطة كل وكيل عنده مهام يجب أن يلتزم بتقديمها كم مستشار كنت تقريبا حتى الثلاثة يمكن استفدتي منهم بالتأكيد كان منهم من يراجع قانون الشركات منهم من يضع خطة لتطوير قطاع السياحة منهم من يضع خطة لتطوير قطاع الصناعة على فكرة المستشار كان باقي الفريق من الوزارة ومن هيئة الصناعة استعنتي فيهم بالتأكيد ولكن من الجيد أن يكتب خبرة خارجية تطعم الفريق بحيث أن أنت ترفع الأداء جميل فكان يعني كل فريق قدم لي مشروع ولكن المدة كانت قصيرة أول ما طرح اسم الدكتورة عماني بورسلي لاستلام حقيبة وزارية كانت هناك بعض التحذيرات ليش شو المشكلة من الدكتورة أنت سمعت بتحذيرات ممكن أن لا تأخذين هذا المزار لا تدخلين في الوزارة لا تستلمين هذه الحقيبة طبعا وائد ناس قالوا لي ليش يعني عمر الوزارة قصير دائما الوزير لا يستطيع أن يعمل السياسة أقوى من يعني أنا أكاديمية بروفشنال يعني أشتغل ما رح تقدرين تشتغلين قالوا لي ما رح تقدرين تسوين شيء ولكن أنا أعتقد أني أنا قدرت أسوي شيء يعني الكلام اللي سمعته والقرارات التي أصدرتها في فترة الوزارة كان عددها جدا كبير ويمكن طلعنا كتيب على عدد حتى يمكن في قرارات بسيطة الناس استانست عليها طلعت قرارات شيء بسيطة وايد لكن كان لها أثر الحمد لله الحمد لله ودي أسألك على موضوع دولة الرفاء انتهت ولا ما انتهت ولكن أبي أسمع إجابتك بعد الفاصل شكرا في تصريح دكتورة أماني قلت دولة الرفاء عند استثمار ستستمر دولة الرفاء عند استثمار أموال النفط شنو تعليقش على هذا التصريح وهل صحيح أن في دلالات وايد قاعدة تقول أن فعليا ستنتهي دولة الرفاء طبعا منظومة الاقتصاد الكويت اقتصاد معقد لأن عندنا دولة تعتمد على فقط الإرادات النفطية وللأسف لما تم وضع خطة التنمية كانت أسعار النفط فوق الـ 100 دولار لذلك لم تكون الخطة مستندة على موضوع تنويع مصادر الدخل وإنما كان فيه أزمة مالية وكان يمكن التركيز على تفعيل السياسة المالية تفعيل السياسة المالية يعني مشاريع لذلك خطة التنمية معظمها مشاريع الآن يعني أنا يمكن الشيء بالنسبة لمصدر القلق هو موضوع إصدار السندات كل دول مجلس التعاون قاعدة حاليا تصدر سندات سندات يعني مديونية الدولة أصبحت مديونة لبنوك أجنبية وبنوك محلية المقلق من أين سنسدد هذه السندات دكتور نحن دائما نسمع يعني من ناس في هذا المجال أن الإراد الخط الآخر للإراد في الكويت هو السيثمارات الخارجية وسمعنا في حتين كلام من الإرادات الخارجية السيثمارات الخارجية إراداتها توازي إرادات النفط حلو في عندنا مؤشر الشفافية للحكومة مؤشر الشفافية لكويت حصلت على ترتيب جدا يعني متدني في موضوع الشفافية الشفافية يعني المعلومات توفر المعلومات عن الموضوع اللي تفضلت الآن لكويت عندنا تقريبا قرابة الستمائة مليار دولار بالصندوق السيادي إرادات الصندوق السيادي بالتفصيل ممعروفة يعني ما في عندنا بيانات تعلن بشأن هذه الإرادات حل هذا شيء إيجابي؟ لا طبعا إحنا لما نقول الشفافية الحكومية للدول المتقدمة المفروض تكون الدولة لكن في أمور يمكن الشعب ما لازم يعرفها وحتى الدول الأخرى ليش بالعكس أنا أطمن الشعب أنه ترى في صندوق سيادي وإراداته هذا حجمها وطبعا حاليا الإرادات هذه قاعدت تدخل في الصندوق نفسه ما قاعدت كإراد في الميزانية العامة للدولة إذن دولة الرفاه ستنتهي؟ على حسب يعتمد الأمر إذا استمرنا في السياسات الحالية طبعا ستنتهي إذا تم اتخاذ إجراءات ما قاعد أقول أنا يقاف الدعم عن المواطنين ولكن إيجاد مصادر بديلة للنفط خلق فرص عمل للشباب جذب الاستثمارات الأجنبية هناك كثير من البدائل اللي كل ما بدأنا فيها يعني مبكرا أفضل من أنه نتأخر نحن نتأخر لحد اليوم يمكن اليوم أعلنوا أنه تقريبا حجم العجز المحقق 7.5 مليار دينار طبعا هذه تعتبر السنة الثانية لتحقيق عجز وتوقع عجز للسنة القادمة أيضا فطبعا استمرار وجود عجز استمرار سحب الأموال من احتياطي استمرار إصدار السندات رح تخلص الفلوس يعني هذا العجز ممكن أنه يؤثر على مصير الدولة قاعد أقول شي اعتمد أنا قاعد أنتظر أن يكون هناك إجراءات سليمة لحد الآن يمكن وثيقة الإصلاح الاقتصادي صدرت في مارس 2016 يمكن أنا كتب تقرير أنتقد هذه الوثيقة لأن الوثيقة ما وضعت لنا مصادر بديلة وإنما كان عندنا مصروفات وإيرادات إحنا خففنا من المصروفات شدنا من الدعم عن البنزين وعن الكهرباء وعن الديزل ويفترض أن هذه تدخل في جانب الإيرادات هذا مو حل للأسف هذا حل ما في رؤية هي إدارة للمصروفات وإيرادات عن شون بكل الحل بدون المساس بجيب المواطن شون الحل ممكن أن نضع استراتيجية للدولة في موضوع الصناعة في موضوع السياحة في موضوع الكثير من الأمور من اللي يحط الاستراتيجية نحن قاعدين ننتظر قالوا أن سيتم تقديم وثيقة أخرى ليه الحين ما في وثيقة أنت الوثيقة الاقتصادية المقدمة ما ما يعزت لك لا أبدا أبدا وكان فيها على فكرة أمور يعني خطيرة منها أن العمل في القطاع العام سيكون في اختبارات تأهيلية وأن رح يكون الموظف في تقريبا مدة ستة شهر مو متأكدة من المدة ولكن الفترة التجربية في القطاع الخاص ثلاثة شهر وتثبت لا في القطاع العام رح تصير أطول من هذه المدة يعني أنت رح تقعد تقريبا ستة شهر أو سنة مو متأكدة تحت التجربة تحت التجربة وحتى الدخول رح يكون جدا هذا مو شيء يمكن يرفع من كفاءة الموظف أنا أكبر أرفع من كفاءة الموظف بأمور كثيرة أخرى بالتدريب إعادة التأهيل من خلال أني أنا أخلق فرص عمل في القطاع الخاص يعني إحنا قطينا المواطن للعمل في القطاع الخاص دون أن نضع له بيئة للتنافس يعني عندنا الوافد على الرغم من أني يعني أنا مو ضد وجود الوافد ولكن الوافد قاعد يأخذ الوظيفة الكويتية فأنا قاعد أوقف على الكويتي الوظيفة في القطاع العام وأقول له روح القطاع الخاص ولم أقوم بأي إجراء لوقف المنافسة من الوافد فهذه الأمور كانت موجودة في الوثيقة وانتقدتها أنا فكثير من الأمور للأسف وضعت في الوثيقة وما شفت فيها رؤية بانتظار الوثيقة الجديدة وخلينا نشوف لكل حادث حديث وانتظار أيضا حكومة أنقاذ دكتورة أنا قلت هالكلام قلت الوضع الحالي بحاجة إلى وجود مجلس اقتصادي أعلى بحاجة إلى وجود حكومة أنقاذ عشان تحول الوضع يمكن كان في بعض المبادرات اللي أنا أعتقد أنها سليمة في حال إذا طبقت موضوع الجزر موضوع مدينة الحرير هذه الأمور أعتقد ستدر عائد للدولة ولكن في حال إذا نفذت للحين إحنا ما شفنا شيء ونتمنى أن تدخل حيز النفاتة إذن إنجازات ويت كانت بالفترة التي مسكتي فيها الحقيبة وزارة طبعا وزارة التجارة عطيتي ويت قرارات يمكن إحنا تكلمنا عن شوية منها تحت الهوى أن الناس يمكن البسيطة عرفت هذه القرارات اللي منها مثلا المنوم تشارج الريفوند مال الملابس أو الأغراض ويد أشياء بسيطة لكن هل استمر من أتى بعدك بهذه القرارات اللي هي بسيطة لكن مناسبة للمواطن لا طبعا بعض القرارات منها قرار اللي هو سيربس تشارج تسميها سيربس تشارج لحد الآن موجود القرار لم يتم الغاءة ولكن يمكن كان فيه ردة فعل من بعض المقبل بعض المطاعم لرفع السعر فكان فيه طبعا خطة ثانية لتفعيل إجراءات ضد من رفع السعر وبدعنا فيها قرار آخر هو ما صدر أنا أعديت القرار ولكن صدر مع وجود أنس الصالح هو قرار الترجيع تم إعداد القرار ولكن يمكن صدر بعد ما أنا طلعت من وزارة طبعا كل قرار بحاجة إلى إعداد وتحضير وطبعا مرور على الإدارة القانونية الموافقة عليه كان فيه قرار التموين للبدون بعض الأمور دخلت على موضوع الأطفال ببطاقة التموين لحليب وغيرة القرارات يعني الأمور اللي أنا كنت أتمنى إنجازها إذن تم تنفيذها هذه التعليقات والبدون واستمرت بعد بالتأكيد الأمور اللي أنا كنت أتمنى إنجازها هو موضوع تقليص عدد الإجراءات والخطوات لفتح بيزنس لأصحاب المشاريع المشاريع بادرت في إنشاء وحدة بالوزارة وحتى في هيئة الصناعة للمشاريع الصغيرة لتقليص عدد الإجراءات والخطوات يمكن عدلنا بعض الأماكن اللي متعلقة من حتى راخيص كان جدا المكان غير مشجع على إن الواحد يدخل الوزارة عدلنا حتى في الشباك شكل الشباك وأماكن الانتظار للمواطنين القرارات اللي كنت أتمنى إنها يتم تعديلها هو قانون الشركات صدر قانون الشركات ولكن صدر بموجب مرسوم ضرورة طبعا بادرت في أني أكتب تقرير كامل بعد الوزارة على المشاكل في هذا القانون تم تعديله بالضبط نفس ما أنا انتقدته 56 مادة تم تعديل هذه المواد أيضا طبعا موضوع السياحة إذا نتكلم عنها تصنيفات الفنادق تصنيفات الفنادق كان في لجنة وسوينا تصنيفات لقيت أن كل دول مجلس التعاون طبعا وغير العالم كله مسوين تصنيفات حق الفايف ستار والفور ستار فور سوپيريور وغيرها فسويت لجنة وقلت لهم نحتاج أن يكون عندنا هذه التصنيفات معايير خاصة للفنادق لرفع جودة السياحة في دولة فعدينا هذا ولكن لم يصر القرار دكتور أماني في مارات نقعد بالدواوين نسولف ونتكلم عن مثلا وزير يستلم وزارة وهناك وزراء سابقين عاصروا هذه الوزارة وكانوا يعرفون بعض الأخطاء فيها وبعض المشاكل فيها وبدوا يبدون بالحلول ترفعون التلفون على بعض مثال خلع أعطيك مثال الآن أخونا العزيز وزير التجارة سيد خالد الروضان وزير شاب متطلع عنده أفكار قاعد يحاول يطور الوزارة وقاعد نشوف نتائج هذا التطور بشكل ملحوظ ما تتصل عليه دكتورة أماني مثلا تقول لأبو ناصر في عندك شغلة معينة انتبه عليها كنوع من التعاون في النهاية هذه الكويت كلنا نحاول نقدم ما هو شيء جيد وإيجابي بغض النظر أنا كنت وزيرة ولا كنت ولا الآن اللي قاعد يصير اللي قاعد يصير أن كل وزير لما يترك المنصب يفترض أن يجتمع بالوزير اللي بعده ويسلمه مثل هاندوبر بس يوم واحد هاندوبر ما يكفي طبعا ما يكفي بس يعني على الأقل أن أنت تطلع الوزير على كل الملفات اللي كانت موجودة عندك كم يوم تطول الفترة لا يوم واحد ما تكفي وطبعا هو يتابع مثلا مع اللجان ومع الوكلة ومع المعنيين في الوزارة هذه الملفات الآن هل يستمر الوزير يعني أنا عقوب ما طلعت مسك أنس الصالح وبعدين مسك يوسف العلي أعتقد ومسك بعد المدعج ما شاء الله من كثير الوزارة ما نعرف ما نترك يعني أنا مو معقولة كل وزير أبي أدك عليه وقبلي كان أحمد باقر يعني تصور أنا وزيرة وعندي خطة وعندي رؤية وتيني عشرين تليفون من كل الوزارة السابقين كل واحد يعطيني طريقتها صعبة يعني تطبيقها صعب أنا اللي علي أني أنا أكتب تويتر أو أكتب تقرير أبدي رأيي في هذه الأمور بس أني أنا أتواصل ياخذونه بحساسية ما أدري وحيانا أنت لما كنت وزيرة لما كنت وزيرة لو يتش اتصال من وزير سابق عادي بالعكس ما عندك حساسية في الموقع لا لا أبدا بالعكس أنا بأخذت شوية بعيدا عن الاقتصاد والسياسة وبنروح شوية صوب الفن والموسيقى طبعا إحنا عرفنا عنتش أن عندش اهتمامات بالفن والموسيقى والعزف على بعض الآلات لا طبعا هذا لما كنت بالمدرسة الحين نسيت والله نسيت نسيت كنت أعزف يعني كان فيه فريق بالمدرسة بالموسيقى كنت أعزف يعني بالفطرة هواية ما كنت أقرأ نوتس بس أسمع شيء أسمع وأعزف على طول ما فيه اهتمامات موسيقية حاليا أحد التابعين مثلا كموسيقيين لا أسمع بالذات أنه بدار الأوبرا إحنا الحين فترة الأخيرة لا أسمع رحتي يعني أحب أسمع الموسيقى ولكن إني أعزف مثل قبل ما فيه وقت وبعدين الموسيقى تحتاج إلى استمرار وممارسة صحيح الآن يعني يمكن يمكن أعزف ولكن ممثل قبل يمكن الاستماع كافي حاليا أسمع بس أبي الآن هناك أمور كثيرة تحدث في خنقول أزقت وأروقت مجلس الأمة وهناك كلام كثير أن المجلس هذا لن يستمر في خنقول خلال الأيام القادمة شنو رأيتش في الموضوع يعني أنا أتمنى أن يكون فيه استقرار سياسي المجلس سواء أداء جيد أو غير جيد هذا الأمر طبعا ما نقدر نفتي فيه ولكن يعني أنا برأي هنا فيه بعض الأمور التي تتطلب وجود خطة إنقاذ موضوع الاقتصاد الآن It's not a joke يعني الوضع الاقتصادي صعب أنا الحين مثل ما قلت قبل شوي قلق على موضوع كيف سيتم سداد هذه السندات من وين سنسدد إذا استمرنا في إصدار سندات لتقطية العجز شنو خطة الدولة ما طلع تصريح رسمي يرد على هذا التساؤل أنت مع الاستعانة بفرق عالمية لمعالجة بعض المشاكل والقضايا موضوع موضوع الاستعانة يعني خطأ أن نعتمد بشكل كامل على الأجانب لوضع حلول لدولة لدولة الكويت لأن أنت يحتاج أعتقد سنة عشان يفهم الوضع السياسي والقانوني والتشريعي لدولة الكويت فأنا سياستي عادة أن يكون في فريق ممكن أطعمهم شخص واحد صحيح يعرف the best practice ومبدع في مجاله وأيضا عنده خبرة في موضوع الانترناشنال يعني أن يكون عنده خبرة في كيفية صياغة قوانين أو مقترحات أو استشارات ولكن بشكل كامل أشيل ولد البلد وأحط أجنبي شركة أجنبية تحط لي وتطور لي ما رح تسوي ما رح تسوي وهذا ما تم اتباعه في كثير من الدول اللي تعتمد فقط على الأجنبي دون وضع مستشاري فشلت فأنا برأي أنه مو غلط وأنا معه أن نخط the best practice ولكن ضد أننا نعتمد عليهم بشكل كامل عندنا شباب وعندنا خبرات كويتية أجنبية يعني بخبرة أجنبية صحيح ليش استبعاد الناس اللي عندها هذه الخبرة وهذا يعني الإبداع عندنا عقدة الأجنبي للأسف يعني إحنا دائما نقول خبرة الشركة أجنبية أو خبرة جهة أجنبية نحسب أنه على قولتهم الأشقر هو يفهم أكثر في الختام كل شكرا كل شكرا لك دكتورة أماني على وجودك معنا اليوم في برنامج عسيف أثريتينا صراحة واستمتعنا بوجودك معنا شكرا كل شكرا لك على وجودك معنا نورتيننا بالستيديو شكرا مشاهديننا نحن مستمرين معكم لكن إن شاء الله سنطلع بفقرة عشاننا وزميلنا فيصل العجمي